هذا المتحف هو عبارة عن كنز أثري موجود في داخل ناحية الفضلية بالتحديد يعني يعتوي المقتنيات القديمة والتراثية التي لها دور فعال كان في المعيشة في المجتمع الجنوبي بصورة محددة ويعتبر أنا أعتبر هذا المتحف متنفس لما يحتويه من شغلات قديمة عندما تنظر إليها تحسن السكنت في سنة الثلاثينيات أو العشرينيات مما كان لها دور في لذة المعيشة في ذاك الوقت